الآن النهاردة يا فرس بمعناب نتكلم عن كوكا كان فيه تأهيل لأحمد عبدالقادر اللي مصاب بقاله فترة وبدأ البعض يشتغل على فكرة إصابة أحمد عبدالقادر على أن فيه خلاف ما بين أحمد عبدالقادر وما بين مرسيل كولر كوكا النهاردة وأحمد عبدالقادر بيجروا يعني تدريبات تأهلية على هامش ميران الفريق أكيد وكان كمان غير التدريبات التأهلية عندك حالة المصابين وأنا بصراحة يعني بستغرب جدا من حظ النادي الأهلي في حتة الإصابات دي أنا بشوف لعب زي رضا سليم لعب مهم جدا فقدت الوقت طويل إحنا سعداء بعودته بشوف أسامة أبو علي مع بداية انضمامه يعني بيحصل إصابة لسه موقفه الرسمي من شد في عضل خلقين موقفه الرسمي للتحق بمباراة ملدية الجزائر لسه برضو فيها كلام فأنت بتحس إن البداية كنت تتمنى إن اللعب خصوصا في المباراة الودية لا بيقول يعني أنا بحب إن فكرة اللعب هب جاء ماتشاط ودية ماشي معاه كويس لقيته في الماتش بتاع الجزائر نزل عمل بصمة فتدور بقى شوية تدور بقى شوية إنما بتيجي تلاقي خبر زي ده أعتقد يعني برضو هو سوء حظ أكيد ولكن نتمنى يعني أسامة أنه هو يكون مشارك مع النادي الآلي في عرب وقت إن شاء الله لكن على المقابل يعني وحنا بنتكلم عن إصابة وسام بو علي اللي هي شد في الخلفية تبعا لما أعلنه الدكتور أحمد جابالة ريدا سليم وعودة ريدا سليم وأول توقف يخدم على إصابة لاعب في النادي الآلي يمكن خدمت مع حمدي فتحي قبل مباراة القضية ممكن توقف كورونا ريدا سليم والتوقف الأفريقي يعني أعادوا إلى التدريبات الجمعية النهاردة شارك بصورة تدريجية وأنا مش مستعجل على ريدا سليم لأن القصة دي صعبة جدا لأنه كان أكتر من كسر فنتمنى إن شاء الله عودته بالتدريج وريدا سليم احنا افتقدناه بشكل واضح جدا في توقيت كنا في أشد الاحتياج إليه وتحديدا أنا بشوف إننا افتقدنا ريدا سليم في مونديال الأندية كان يقدر يقدم مستوى متميز ومختلف جدا خاصة مع السرعات اللي بيتميز بيها وقدرته على نقل الفريق من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية فبالتأكيد ريدا سليم إضافة قوية لفريق النادي الآلي في النصف الثاني من الموسم إذا اعتبرناه النصف الثاني من الموسم طبعا مع حسين الشحات مع بير سيتاو مع كريم فؤر وطير محمد طير وباقي اللي عابين في مركز الجناح تفتكر يا فرس ممكن كهربا يشغل مركز الجناح ولا خلص كهربا رأس حربة والموضوع منته يبقى التنافس ما بين وسامبو علي ومودست وكهربا في مركز رأس الحربة لا أنا أعتقد إن كهربا صعب يرجع للجناح خصوصا بقى مع عودة ريدا سليم وحسين الشحات وانت عندك الحتة دي ممتلئة شوية وكهربا لسه رجله في الملعب وحظوظه في المنافسة موجودة أنا لو حتسألني حاليا أنا هو مزار رقم واحد أنا مصطف مودست ما خدش مباريات لسه كتير وسيبه عايزة داخل على الفريق كهربا الدنيا الأمور ماشية معاك وعايز فهو يظل بالنسبة لي لو حتسألني وقال لك هو حاليا رقم واحد في مركز الموجن في النادي بقى أنت مش عايز تلحق تاخد الطاقات عبلا ما الماتش ده يخلص لا أنا عايز أقولك ألف سلامة الأول أنت عندك يعني كانت تطلع من دور برد وعلى غرار دور البرد ده معلول النهاردة أدى جلسة في الجيم بسبب نزلة برد أيضا عودت علي معلول بعد خروج المتخب التونسي سلامات علولو وان شاء الله يعني تلحق بالفريق في أسرع وقت ممكن